اشتركوا في القناة قد تصحرقتن زروفت بفعل سحو من النور العالي والمتوسط دائما بدون فعالية اما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا المرتقبة لصباحة الغد دائما منخفضة اذا نسجلوا درجة واحدة تحت صفر على البيض على المشرية وعلى النعامة وكذلك من جهة الجلفة وكذلك على التيارة درجة صفر على كل مدن الأوراس درجتين من جهة قسنطينا سوق هراء 3 فقط على تلمسان خمسة من جهة تزيوزو واحدة على العاصمة 6 على وهران 7 على شلف واحدة على كل سواحل الشرقية نفس المقياس من جهة تقول الواحد درجة واحدة فقط على 8 درجتين على جانت منها في وسط السحراء خمسة في إليزيو واحدة في أقصى الجنوب الجزائري اما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الغد بحول الله إذن عموما أيضا جو جميل بعض صحابة مننا والعليون المتوسطة تكون على السواحل الوسطى وكذا الشرقية تجعل سماء من لوعا ما ملبدة على هذا السواحل لكن بدون فعلية نفس سحب راح تكون أقول على كل جنوب الغربي من السورة منطقة تندوف حتى سحراء تنظروف توصل حتى الحدود مع المالي إذن يجعل سماء ملبدة على الجنوب الغربي زوابار مليئة على تندوف على وسط السحراء بفعل رياح دائما تكون قوية محليا فالحذر مطلوب أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المرتقبة لنهار الغد بحول الله إذن في ارتفاع 20 درجة راح تكون في كم قياس على العاصمة وعلى ضواحيها وعلى كل المدن داخلية الغربية من جهة تلمسان من جهة البوليدة أقول المدية وحتى على معسكر وغيزان وعلى الشلف 21 في وهرن كذلك نفس المقياس على بشارة على تغيط 22 على غرداية وعلى 23 من جهة الواحد 15 من جهة البيض وعلى الجلفة والتيارت 14 على باتنا خنش لأريستي في وسطاش فيق سنتين 17 درجة على تزيوزو على البويرات وصل 18 على كل سواحل الشرقية 23 في وسط الصحراء على عين صالح على تيميمونو آناكور 22 على ابني عباس واتا بالبالة 24 أقول من تندوف حتى لصحراء تنزروفة على أدرار وارغان 21 إلى 22 درجة على مرتفعات الهوغروات أصلت وصل 28 في أقصى الجنوب الرزائري على بورد مختار عينك الزامعين أزاوك تنزواطين أما بالنسبة للملاحة والصيدة البحري إذن البحر لنهار الغد بحول الله ومن راح يكون هادئة إلى قليل الإطراب إذن مرصب المهيدة حتى لدلس سرعة الرياح تكون ما بين 20 كم في ساعة وندلس حتى للقالة و30 كم في ساعة يجعل البحر نوعا ما مضرب على هاتسواحل هذه الرياح ليكون بإتيجات مختلفة إذن تكون غربية مرصب المهيدة حتى لدلس ومن دلس حتى للقالة ومن راح تكون شمالية غربية نختمها كالعادة مشاهدين أيضا بالمعلومات الفلكية لنهار الغدد الاثنين حتى في فيفغي الفين وتعطى الشروق والغروب على العاصمة وضواحيها مفقلين نقولكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء